بين نفي وتأكيد يبقى المتقاعدون في العراق وهم الشريحة الأضعف يعيشون حالة من التوجس والترقب بشأن ما ينتظرهم بعد التصريحات التي تحدثت عن شمول رواتبهم بطوفان الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفساد وسوء الإدارة لاسيما بعد هبوط أسعار النفط والشلل الاقتصادي الذي أحدثه فيروس كورونا حكومة عادل عبد المهدي المقالة كانت قد أصدرت قرارا في الخامس من أيار الجاري يتضمن إيقاف وزارة المالية التمويل بأشكاله كافة لحين قيام الحكومة القادمة بدراسة الموضوع بسبب انخفاض أسعار النفط ونظرا لنفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره فقد غابت الرواتب التقاعدية لشهر أيار الحالي كما اختفت التصريحات الرسمية لهيئة التقاعد التي من شأنها طمأنة المتقاعدين ما جعل البعض يربط بين توقف الصرف وصدور هذا القرار رغم أنه لم يشر البتقاعدين فكل شيء مجهول سوى وجود أعداد كبيرة من كبار السن والمرضى والمعاقين رجالا ونساء في واجهات مكاتب الصرف الأهلية بانتظار الفرج الآن الحكومة حصرت نفسها بين أن تخفض قيمة الدينار حتى تدفع رواتب وهذا إذا صير أصور في المشكلة اللي رح تدفع الأسعار بشكل جنوني ومدخولي محدودين دخل رح أول ناس ينضربون ضرب عنيفة رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي تعهد بدوره بدفع رواتب المتقاعدين وهو ما ذهب إليه عدد من الساسة وقادة الكتل مستغلين القضية كأدات للترويج الإعلامي لإدرافهم أن رواتب المتقاعدين لا تأتي من وزارة المالية بل من إرادات الصندوق الاستثماري التابع لهيئة التقاعد والذي يحوي أكثر من 15 تريليون دينار متحصلة من استقطاعات فترة الخدمة للموظف قبل تقاعده وهي كافية لتمويل رواتب المتقاعدين لفترة طويلة الرواتب التقاعدية تشكل المصدر الوحيد للدخل للملايين من العراقيين وتأخرها وانقطاعها يسبب الحرج والمأساة للكثير منهم لأنهم بدون مدخرات وينتظرون الرواتب لتزديد الديون وتدبير أمور الحياة وهي رواتب متواضعة بعضها لا يتجاوز 500 ألف دينار ربما لا تكفي لدفع الإيجار أو فواتير المولدات وثمن الأدوية ومراجعة الأطباء وما يعيشه المتقاعدون اليوم يعد سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الدولة العراقية ما يعطي تصورا واضحا عن حجم الفساد والفشل الذي وصلت له البلاد